نواصل الظاهرة بفيديو كان حديث وصائط التواصل الاجتماعي منذ أيام شاب مغربي من الروحة ليلتقي ويستضيف بعفوية سائحتين فرنسيتين ويعطي درسا في كرم وجود المغاربة ويرسم صورة عن مدى الأمان السائد بعيدا في جبال المغرب محمد المكي أصبح رمزا للترويج للسياحة في المغرب العميق بعد انتشار الفيديو الذي صورته السائحتان في منطقة على ارتفاع 3000 متر بمرتفعات الأطلسة الكبيرة نذهب بعض الزيوة الحسن بالعليم الزارة اليوم محمد المكي بضوار أيتم وسوي الشوك بمنطقة سمس مرير بأقليم تيناير ومحمد المكي معنا مباشرة أهلا بك محمد مرحبا بك معنا إذن كيفاش عشيها التجريبات مرحبا بك إذن كيفاش عشيها التجريبات للسائحتين فرنسيتين لطلقتهم صدفة صراحة الصدفة وذلك شيء كان عيشيها يوميا المعيشة يوميا ديالنا وديما كان ضربوا في هذه المسافة واحد لمرة في السمانة ولا جوج مهم فذلك النهار مشيت عند الوليج جزبت له شي مونا وصلت تماما كانت سنة واحد ملي كاميو باشي يحطني العرف تماما مهم لقيتهم باتوا تماما مهم بقيت بعيدة على ذلك السياحات شوية بدأوا كايدوا وعليا واسمح لي لأنني لم أعرف العربية خير لا بلاك محبا مهم مهم كنت تعرف العربية والفرنسية من اللي وفاقوا بالصباح من اللي فاقوا بالصباح هذه القوريات بدأوا كيش ياري لي واسميتهم بدأوا كيش ياري لي وابو الجوغ بو جوغ صفا صفا مهم قلت لي شوية لوبا مهم سمعت في هذه الكلمة لوبا وي وي قلت ليهم وي وي جاتوا واحدة في نفس الوقش جاتوا لخرى مهم بديت كنت انه أنا في هذا كمو كاميو باشي يحطني العرف تماما باش نعزاب الحمر ننزلوا لهذاك العزيف في نساك الواليد مهم جبت الخبزة أعطيتهم بالإختصار قالوا لي قبل واش صورة واش ندير فوتو قلت لي أعطيتهم ليدن قلت لي لهم ما كان مشكلة زعمة مهم كيف باش حسيت مهم أعطيت لي خبز مهم باش حسيت مني الفيديو ديالك مشهور على المستوى العالمي باش حسيت من الفيديو ديالك والتي أنت معروف على المستوى العالمي وكل نهار يأتي عندك بزاف للناس أعطيت 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 صراحة تشيل الله إما قديت علي فات الشهر أو هذه أعطيت مهم نشكر جميع المغربة في أرض الوطن وخارج أرض الوطن وجميع المهاجرين ومهم الناس بدأوا يتصلوا بها بالكثير صراحة المكلمات عبر الواتساب وعبر الدردشة الفيسبوك وعبر المكلمات عادية صراحة شيء كانت فاجأة والله العظيم السيمو أحمد يعني عرفنا أن عندك تجربة مع الرسم كيف تدخلت إلى هذا الميدان؟ نعم عندك تجربة مع الرسم؟ معرفت مثلها وش كترسم؟ كترسم؟ سمعنا أنك كترسم؟ أي عندي تجربة مع نقش نقش؟ أي نعم كان نقش على الحجار وإنما ذاك شيء من صغري ذاك شيء موهبة من عند الله وصفية والفراغ الذي كان في هذه المهنة الذي كان لم يكن خدمت هذا الرعي الغنام كان 90% ديال الفراغ وبدأت نقش صراحة موخراً في 2010 طورت ذاك شيء ولكن صراحة مجتمع ما تساعد وما عمر شيء قناة زارة نية تل هدا أدوزي أشكركم بعدها المهم هذا الشيء يالله يالله بدأت أن أحل فيه صراحة لأن سبارك الله عليك شكراً لك إن شاء الله تفضل إن شاء الله تبارك الله عليك وحمر شكراً شكراً على هذه اللحظة التي تصمت معنا وإلى فرصة مقبلة وكنت من ناولك تتوفيق شكراً شكراً